خيام الليل على بوغوتا إلا أن حركة دؤوبة تسجل في ساحة صغيرة تضم سوقاً للأعشاب فريدة من نوعها في كولومبيا مكان مفعم برائحة التاريخ تتبادل فيه الأسرار لمداوات الأمراض والأوجاع الظلام ضروري لتحافظ هذه الأعشاب العلاجية أو العطرة على نظارتها لدي عشبة السناغواس وهي جيدة للكلة المروبية وهي جيدة لتخفيف الوزن الكمومين للاضطرابات المعوية والقوابة لتضميد الجراح وتجرى عمليات البيع ليلاً لأن الأعشاب نبتات تذبل بسرعة في حين أن البرد والظلام يسمحان بحفظها من الأضرار على ما توضح عالمة الأناسا أن ماريا ميدينة صاحبة دراسة عن سوق الأعشاب المتنقلة تظهر هذه المحفوظات التاريخية أن بقعة من العشبي كانت موجودة في أول قرية في بوغوتا إنها منطقة سابقة لاكتشاف الأوروبيين للقارة الأمريكية لتبادل هذه النبتات ذات المزايا العلاجية والطبية وتقع السوق في حي مارتيريس في وسط بوغوتا وتقام أيام الاثنين والخميس وتجمع نحو أربعمائة بائع أعشاب متجول يبدأون بعرض نبتاتهم التي تصل إلى حوالي مئتي جنس مختلف اعتباراً من الساعة العاشرة مساءاً ويبدأ البيع عند الساعة الثالثة صباحاً ويستمر قرابة الأربع ساعات اشتركوا في القناة